هما الزوجين بتعرضوا لضغطات كمان بتصير الضغطات من الناس المحيطة فبداية خلينا نشوف هالأزواج اللي بيتأخر عندهم الإنجاب أو بيصير عقم أو لسبب أو لآخر إيش بتكون المشاعر اللي هم بيمرؤوا فيها؟ هلأ أول إشي المشاعر بتكون خليط من المشاعر اللي فيها ألم للأسف يعني بالآخر هذا اختبار الله عز وجل عم بيختبرهم فيه إن كان تأخر بالإنجاب أو حتى لو تم التشخيص في حالة العقم من هاي المشاعر عدم الأمان عدم الأمان بمعنى إنه هالشريك رح يظل مستمر أصلاً معي ولا لا لأنه هو واحد فيهم اللي تم تشخيصه فبالتالي مثلاً إنه حيظل مستمر معي ولا لا في حال إنه هو واحد من الأطراف حيكون عنده حزن حيكون عنده حتى غضب ألأ حيكون عنده حتى تخيلي شعور أحياناً بالخجل بالعار لأنه ما عم بتعامل مع الموضوع كأنه مرض عم بتعامل مع الموضوع إنه أنا مشكلة فيه إذا هي الأنثى فبالتالي كأنه عندي مشكلة بالأنوثة وإذا هو الرجل كأنه عنده مشكلة بالذكورة فحتى يشعرون بالخجل إنه يا الله أنا كيف يعني هيك صار فيه فباستحي أصلاً حتى كأنه هو مزنب أو عامل يعني عامل مشكلة وعيبة في حقه فحتى هذا الخليط كله إذا ما تعامل معاه بطريقة مختلفة واستمر نوع هذا المشاعر هلأ إحنا بالبداية طبيعي أي موقف ضغط بالدنيا طبيعي إنه إحنا بالآخر بشر فممكن أنا عم تخاف تحزن تقلق أنت إنسان طبيعي لكن الفكرة إنه هاي المشاعر لا تستمر معك لأنه لو استمرت معك فرح تبلعك بلع يعني رح تبلع حياتك تماماً نعم ذكرتي بداية أستاذ إنه هو اختبار ففكرة الإيمان خلينا نحكي بالقدر أو الإيمان بالنصيب أو فكرة الإيمان يعني أو تقبل الواقع قديش مهمة؟ كتير بتفيد هيثم لأنها فيها تسليم هيك بتخلي قلبك فيه يطمأنينة فيه يقين فيه تسليم أنا خلاص هذا هو قدري لأنه آه إحنا بهذا الموقف في حضرة القضاء والقدر إحنا ما مش في إيدنا هلأ متى بيكون في إيدنا لو فيه علاج وإيجا الدكتور قال لك أعمل واحد اثنين ثلاثة فأنت بتاخد بالأسباب أكيد تاخد بالأسباب لكن لو تم التشخيص فأنت بدك توصل لمرحلة إنك تسلم هذا قدري هذا قضائي وفيه نعم أخرى يعني هاي كمان من الأشياء اللي جدا مهمة إنه بيصير الشخص بس بيركز على الناقص بحياته وبالتالي بيحمل باقي النعم بيحمل باقي النعم وكتير ناس حتى بتفكر إنه أنا لما أقارن اختباري أو ابتلائي أو امتحاني باختبار الطرف الثاني إنه أنا أموري مليحة أبدا بالعكس هذا تأثيره مؤقت يعني أنا إذا شفت مثلا حدا عم بيمر بضائقة مالية مثلا أو حتى بضائقة جسدية وأجيد قارنة بقول لي الحمد لله نشكر الله أنا بخير ممتاز نحن نحمد الله بس هذا الحمد إيش تأثيره تاني يوم رح أصحر رح أكون ناسية فاللي إحنا لازم نعمله تحديدا بهاي الكيس بهاي الحالة إنك إنت عم بتقارن الاختبار تاعة الله عز وجل بيأيضا بنعمك من الله فهنا حتكتشف إنه الميزان تاعة النعم كتير أكبر من هذا الاختبار رغم إنه هذا الاختبار يعني الله المستعان إن شاء الله يعني ربنا بالآخر بإذن الله تعالى بيختبر وبيعطي أيضا الصبر فهذا الإيمان جدا جدا بيساعد الإنسان إنه هو يتقبل وهيك يشعر بسكينة بطمأنين باتجاه هذا الاختبار طيب هم هالزوجين اللي يتأخر الحمل لسبب أو لآخر كيف لازم يتعاملوا مع الناس تعرف الناس بصيروا يسألوا بصيروا مرات عندهم فضول مرات بطريقة لائقة مرات بطريقة جارحة هم كيف لازم يتعاملوا مع هذه الأشياء؟ بدهم هم يكونوا عارفين كيف بدي أنا أتعامل مع نفسي هذا واحد اثنين كيف بدي أتعامل مع شريكي ثم كيف أتعامل مع الباقي فهو لأنه القوة والاتزان والهدوء والطمأنينة هي من الداخل يعني أنت لما تكون أنت متصالح مع هاي الفكرة بيصير كثير سهل تتعامل حتى مع أسئلة الناس حتى مع فضول الناس لأنه يعني إحنا منلاقيهم بالآخر يعني منشوف مثلا ممكن صبية يتم سؤالها اتروح تبكي طبعا تروح شعري حتى بإهانة بتجريح مع أنه ممكن يكون السؤال مش القصد فيه تجريح ممكن يكون السؤال بس من باب الفضول أو من باب الإطمأنان بس لأنه بيكون الشخص بعده ما الجروح عم بتعامل معاه على أنه هو جروح ومش عم بتيتشافى معاه فبيصير أي سؤال أو أي تلميحة كأنها إساءة وإهانة شخصية هذا الموضوع يعني كثير مهم جدا بالأداب المحادثة مع الناس سواء الأقرباء أو الإبعاد يعني نحن بجوز يعني منشوف بمجتمعنا الناس بتعطي حالها لا حقية أنها تسأل عن الأشياء الشخصية طول الوقت يعني واحد بطلع في الباص واللي جنبه بسأله متجوز؟ عندك ولاد؟ شو عندك ولاد؟ ما عندك ولاد؟ الموضوع كثير بيكون يعني بالنسبة للناس بسيط جدا طبعا أنت مش عارف هذا الشخص شو عم بمر ليه نحن منستسهل السؤال الشخصي لبعض قديش راتبك متزوج مش متزوج عندك ولاد ما عندك ولاد منفصل شو بتشتغل هي رغم أنه سبحان الله نحن منتدايق من هاي الأسئلة مع هيك البعض رغم أنه بتدايق لما حدا يسأله منقوم برضو نسألها يعني إحنا للأسف البعض منه بمارس اللي بزعجه يعني إذا رنده سألتني إشي بس ممكن عادي أروح أسأله مثلا لسارة نعم ما أحس حالي أني أنا عم بخطئ رغم أنه أنا ممكن أنزعج من نفس السؤال هلا أحيانا ببعض المواقف هاي الأسئلة طبعا مش كلها في أسئلة أبدا مش مش صحيحة مش من الضوقيات أبدا ولا من الاتيكات لكن بعض الأسئلة من باب أنه لسه بدنا نبدأ نتعرف بس إحنا هون ما عم نحكي بنا نبدأ نتعرف أنا عم بحكي عن والدي و والتي عن أخوي عن أختي عن سيلفي سيلفتي عن نحماتي عم بسأله هدولا هدول الأشخاص نوعا ما بحس أنه أنا إلي الحق أعرف أنت جزء من عيلتي فأنا إلي الحق أعرف ليش ما أجاب أولاد صلك ثلاثة سنين نزوج ليش ما أجبت أولاد مثلا أنا إذا أنا الجدة فأنا أنا يعني أنا التاتة أنا الأم أو الحماية أنا هذا السؤال أنا بحق أعرف وجوابي للأشخاص المعنيين خبروهم خبروهم ليه خبروهم عشان أنتوا تحموا أنفسكم من هاي الأسئلة لأنك أنت اللي عم تحدد المسافات خبروهم لأنه أنت زي شو يعني خبرو يعني يا أمي أنا تم تشخيصي أنه أنا عندي عقم فلو سمحتي أنا وزوجتي قررنا أنه نتعامل في هذا الموقف في واحد دين ثلاثة فلا تسألي لا تسألي لأنه إحنا لما نحدد الحدود لأنه إذا إحنا ما حكينا بهذا الحزم عم بحكي حزم معناها فيه برضو لين يعني ما بقول حزم معناها أعدوانية يعني انضباط يعني تمكن من أنت ضابط الفعلاتك فأنت عم ترسم مسافات عم ترسم حدود لأنه طول ما أنت يعني فيه ناس فضولهم يعني بظل يكركرهم هيك دغضغهم إنه بده يعرف فلما أنت تعطي الإجابة وتعطي الإجابة بطريقة صحيحة متمكنة منضبطة فأنت عم ترسم المسافات أنا يا أمي تم إعلامنا إنه واحد اثنين ثلاثة فلو سمحتي ما تسألي وإذا بدك تسألي تحكي معي أنا ما تحكم مع الطرف الثاني بغض النظر أنا مين أنا الزوج أو أنا الزوجة ونفس الشي مع العائلة الممتدة لأنه هذا الفضول صراحة لما يتم خلص تعبئته ممكن هلأ أنا سأقول لي لا مش صح مثلا كلامك سنة ليه أنا يعني لازم أخبرهم أحكي أسراري مثلا ليه أخبرهم هلأ عم بحكي أنا عن العائلة عن جدة القريبة ما عم بحكي يعني أروح أنشر مثلا رغم مع يعني حتى لو أنت قررت تعمل هيك هذا إشي بخصك أنت لأنه ما الفكرة أنه ليه الناس بتخبي بتخبي لأنها حس بعيب حس أنه كأنه أنا منحرج لا هذا مرض زي السكري زي الضغط زي السرطان زي شقيقة مرض هو مرض أنت هذا ما إشي بيعيبك فبالتالي مشاعر الإحراج مشاعر أنه أنا يعني شو عملت بيخفف لما أنت تتعامل معه أنه هو مرض طبيعي أنا ما بيعيبني بولا إشي ولا بيأثر علي بولا إشي فبيصير أنت أكثر قوة وتصالحا في التعامل مع الآخرين والسنة اللي عم بتقوليه مش سهل يعني يعني أسهل يعني بده تدرب واستعاب وهون الأقوى أنه هم التنين يكونوا متفقين أحسنتي فهلأ بحب هيك تخبرينه هم الزوجين بين بعض كيف لازم يتعاملوا يعني سواء الزوج اللي يتشخص بإشي أو الزوجة هلأ أول إشي بدي أقولهم أنه أنتوا ابدأ بالاعتناء بنفسك بغض النظر مين اللي أنت تمشى شخيصك أو أنت داعم للطرف الآخر اعتني بذاتك اعتني بنفسك عشان أنت يكون خزان المشاعر تبعك ممتلئ فتقدر تعطي لما يكون أنت أصلاً مستنزف مش رح تقدر تدير بالك على أي حداً تاني والشغل الثاني أنت أخذ نفس وإرجع خطوة إلى وراء وفكر عن جد إش بدك أنا هل أريد الاستمرار بهذا الزواج أو لا لأنه إحنا الصورة النمطية المتاحة بالمجتمع أنه إذا تم تشخيص الزوج الصورة النمطية أنه عليك تصبري بركن ما بدها ومش عيب إذا قالت أنا ما بدي بالآخر اللي أنا بقدر عليه ومش معناها الكل لازم يقدر عليه فأنت قرر وإنت قرر هل أريد الاستمرار إذا لا أريد الاستمرار أنت حقك فأنت كيف بدك تخبر هذا الحكي للشريك أو الشريكة بطريقة أيضاً لا يكون فيها تجريح أو إهانة إذا قررت الاستمرار بغض النظر أنت مين فمعناها كيف أريد أن أستمر بسلام مبارح سبحان الله مبارح كنت بزيارة اجتماعية فعم بيحكوا هيك صدفة قلت لهم رح أحكي القصة على الهواء الست قررت أن تستمر في الزواج هو زوجها اللي تم تشخيصه بأنه عنده عقم فس يعني صاحبتي بتقول لي سنة قعدت 30 سنة زللته وبتحمله مية جميلة وبتآثر وبتخانق وكل ما يصير فيه طوشة وإخناقة تقول له أنه بكفي أني أنا صابر عليك صح هذا الحكي لا يجوز فأنت بالآخر أو أنت قررت الاستمرار فمعناها نستمر بسلام نعم ما بنفعش نستخدم هذا الموضوع كأنه موضوع حساس جدا يعني هو ما بصير واحد يستخدم أي إشي طبعا كيف هذا الموضوع حساس جدا هو عدم قدرة المرأة على الإنجاب صحيح من المسببات الشرعية للمرأة للطلاق أنها تطلق على القاضي وتطلب الانفصال أيضا عدم قدرة الرجل على الإنجاب حيح عشان ليك قلت أول واحد أنت أعرف أنت شو فهو في مرجعية دينية في الموضوع أنه هذا من المواضيع المهمة يعني دليل على أهمية الموضوع فهو من أحد حقوق الشخص أنه يكون عنده أطفال فهو يستطيع أنه يطلب من شريكه أنه ما يكمل نعم عشان هيك عم بقول واحد اعتني بحالك اثنين أنت أرجع خطوة فكر أنا شو بدي هل أريد الاستمرار دون أطفال أم لا أنا بدي أخذ القرار أنه أنا ما بدي هذا حق الطرفين عشان هيك قلت لا تخلي الصورة النمطية هي اللي تحدد قرارك الصورة النمطية أنه الرجل بده يروح يتزوج إذا طلعت زوجة المالاتي لا تنجب هاي صورة نمطية أنت ممكن ما يكون بدك وإنت عندك استعداد تتكمل بكل مودة بكل رحمة بكل سنة بس هو القصد هو يحق لهم هو يعني بقدر إذا هو يقرر طبعا هو من الحقوق الشرعية للإنسان العادية إذا اتطفقوا عليها نعم مش لازم أنه يكمل إذا هو ما بده عشان هيك قلت أنت اللي بتقرر يعني أنت كشخص اعرف أنا شو بدي وبناء على قرارك خد الخطوات اللي تتناسب وتتوافق بقرارك بس بسلام يعني إذا قررت الطلع أو قررت الاستمرار كلاهما بسلام ما يصفي عم باستخدم هذا الموضوع عشان أنا أهين أجرح أأذي إلى آخر فهو التعاطف جدا مهم يعني إذا قررت أن تستمر واحدة من الجمل العظيمة أنه آه أنا رح أبقى معك وأنا وياك رح نبقى رح نمرؤ بهذا الموقف مع بعض في حال مثلا أنت قررت فأنا أنا أريد الاستمرار فأنت بتعمل التعاطف باحترام حتى الخصوصية وأنت تعتني بذاتك بطريقة صحيحة يعني يقولوا إذا ما بدهم مرات يمكن يقولوا المين مثلا مش ضروري يروح لها التفاصيل خلاص عندنا مشاكل مثلا ممكن يعني شو الجملة الممكن يجاوبوها تسكر الفضول عند الآخرين وخلاص يوقفوا بالتجريح سدقية رندا أنا عم بنقولكم خبرات الناس الحقيقية الواقعية أصبت يعني أنا في عائلات بعرفها عندها أقوم كل حدا فيهم حطت الحق على الطرف الثاني مثلا الزوج زوجته التي لا تنجب قدام أهله قال أنا والعكس عشان أنه أنا قدام أهلي أنا وأهلي متفاهم لما أنا أحكي أنها زوجتي ممكن يظلهم أهلي دايق زوجتي والعكس وهي واحدة من الناس من أرض الواقع أنه سنة إحنا عملنا هيك عشان أنا بحب مرت زوجتي وأنا بدي أحميها أو العكس سنة حطيت الحق علي أنا كزوجة لغم هو هو الزوج عشان أنا بدي أحمي زوجي هلأ سبحان الله في بعض العائلات بتعملي العكس بيكونوا عارفين أنه مثلا ابنهم أو بنتهم وقدام الناس بروحوا أنه لا أفلان طلع لي وهي صابر علي أو هو صابر وهذا الحكي ليس صحيح أنت هون عم تخلي هذا الاختبار يتحول إلى فشل يعني أنه عم تستخدمه زي ما حكينا أنه أنت عم تحمل جميلة أو بتأذي أو بتهين فأنت عم تخلي هذا الاشي يفرق الناس ما يقربهم فأرجوكم يعني كعائلات ممتدة رفقا رفقا بك يعني هذا اختبار من الله عز وجل وبمرؤوا بمشاعر فيه فخففوا عليهم يعني اتعاملوا برحمة لأنه صراحة ابتلاء والله عم بيختبرهم فيه ما عايشين بيصراع مية بالمية شكرا إلك سانة سالم المرشد النفسية ومدربة المهارات الحياتية شكرا